مشاهدين الكرام أهلاً ومرحباً بحضراتكم وكالعادة هيكون معنا فخرتين هيكون معنا فقرة رياضية والأخرى حنتحدث فيها عن جهود القوات المسلحة وبنتمنى أن حلقة النهاردة تحوز على رضا حضراتكم وأخبرنا الجمعة موافق 13-25-22 وأول خبر معنا من اليوم السابع والرئيس أسيسي يوجه بمواصلة العمل بمشروعات العاصمة الإدارية وفق المخطط وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر للانتهاء من الأعمال مع الاهتمام بتفاصيل التنسيق الحضاري بكافة الطرق والمحاور والأحياء لتتكامل مع جميع العناصر الإنشائية والهندسية للعاصمة الإدارية ولتعكس العاصمة صورة الدولة المصرية الحديثة والخبر الآخر الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ تطلق الشعار الرسمي حيث أعلنت الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإدارية لتغيير المناخ عن إطلاق الشعار الرسمي للمؤتمر والذي من المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ حيث يصلت الشعار الدوء على الهوية الثقافية الفريدة لمصر والروافضة الافريقية للحضارة المصرية القديمة فيبرز الشعار الشمس بوصفها أحد أهم الرموز الثقافية في القارة الافريقية وهي تحتضن بدورها شمس أتون التي تصلت أشعاتها على أفق جديد وذلك بحسب بيان صادر من وزارة الخارجية وبننتقل لجريدة الأهرام رئيس الوزراء ونظيرته التونسية يشهدان فعليات عام الثقافة المصرية التونسية حيث بدأ منتدى الأعمال المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين أمس الخميس عشر تصريحات مهمة لوزير الزراعة أبرزها القمح مبشر بالخير ونراهن على وطنية الفلاح وزير العدل يدعو المواطنين لتسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري لتعظيم الاستثمار شكري يشارك بالجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ بالدنمارك التعليم تمنح الدرجة كاملة لـ 92 ألف طالب ثانوي لم يتمكنوا من أداء امتحان العربي وننتقل لجريدة الأخبار والصحة استكمال حمل الطرق الأبواب بالقاهرة وتمن محافظات 15 مايو الجاري سفير مصر بكندا مصر رمانة الميزان في منطقة تموج بعوامل عدم الاستقرار تشريع حكومي جديد يلزم بوضع كود تعريفي لكل حاجة على جواز الصفر وأخيرا أخبار التقس تقس حار نهارا على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 31 درجة بالنسبة لدرجات الحرارة القاهرة العظمى 31 درجة الصغرى 20 الأسكندرية 26-18 مطروح 22-17 أما أسوان فالعظمى 41 والصغرى 25 مشاهدين الكرام بنعود لحضراتكم على طول وكلنا منتظرين إن شاء الله بكرة ماتش الأهلي مع وفاق ستيف ودوري الأبطال الأفريقي هاي حدثنا عنه كابتن محمد إسماعيل مدير قطاع الناشئين بنادي أمبي أهلا بحضرتكم صبع الخير وصبع الخير على كل مشاهدينك وإن شاء الله تبقى حلقة كويسة كده ونحتفل بعد إن شاء الله الماتش بتاع بكرة الأهلي بهذا المبرادة تانية إن شاء الله وصوله للنهاء إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله وتوقعاتك للماتش بكرة بإذن الله والله وطبعا الحمد لله الأهلي عمل نتيجة كويسة ورائعة جدا الماتش الأولاني كسب 4-0 ودي نتيجة الحقيقة كانت مفاجأة بس جميلة طبعا وتراح الأهلي كتير بس الكرة مفاشل مستحيل يعني 4-0 نتيجة كبيرة آه بس لازم الأهلي يبقى رايح إنه هو ما تغلبش ما يشمعنا إن أنا كسبان أربعة أروح وأكيد طبعا نادي الأهلي خبراتهم والعيبة والجهاز الفن بتاعهم أكيد بيتكلموا في النقطة دي لإن الكرة مفاشل مستحيل لسه كنا بنتفرج على المانسيتي والريال مدريد وفضل 6 دقائق في الماتش والمانسيتي هو اللي هيوصل للنهائي في 6 دقائق الدنيا تغيرت فإن شاء الله نبارك للنادي الأهلي بكرة إن شاء الله بعد صعوده للنهائي ويعملوا المباراة زي اللي عملوها الماتش الأولاني يكسبوا هناك إن شاء الله كالعادة ويفرحوا جماهيرهم وجماهير مصر كلها لإن إحنا دلوقتي بنتكلم مش في الأهلي بس هو دلوقتي يعتبر ممثل القرى المصرية الوحيدة اللي في أفريقيا فأعتقد مصر كلها ورنادي الأهلي بكرة إن شاء الله وبتعول على مين في الماتش بكرة يعني مين اللي إن شاء الله يجيب لنا الأهداف أو أول فريق كلها والله أنا نمر واحد بقول عليه مصميني الأول كمدير فني هو اللي ينزل بتشكيل مناسب للمباراة لإن دي بتبقى من أهم النقط في أي جيم يعني فهو مصميني نمر واحد بعد كده بقى توفيق اللعيبة كلها وخاصة أعتقد اللعيبة اللي هيبقى عندها الأدوار الدفاعية أكتر هي اللي ممكن تسند لإنها أكيد في بداية المباراة وفاق الصيف ما عندوش حاجة يبكي عليها هيحاول يهدف البداية فده هيبقى عامل ضغط على اللعيبة اللي عندها نواحة دفاعية أكتر ده ممكن يدي بقى فرصة لواحد زي برستاة وواحد زي حسنش على حسب مصميني هيلعب مين ممكن يخطف هدف لأن الفرقة دي المدير الفني بتاعهم واضح أنه هو ميولو كلها هجومية فبيندفع بقوة حتى شفناه في المطش الأولاني فنمر واحد مصميني نمر اتنين أول عشر ده ربع ساعة المجموعة الدفاعية اللي مصميني هيلعبها هي دي اللي هتخلي الأهلي يهدف بعد كده إن شاء الله أيها نقاط القوة اللي عندنا في كنادي الأهلي ونقاط الضعف اللي لازم ناخد بالنامنا نقاط القوة نمر واحد كده خبرة النادي الأهلي في مطشط أفريقيا اتنين عندنا احنا أربع هداف دي قوة كبيرة إن انت تقدر تلعب بارتياحة شوية مش مضغوطة وأكتر حاجة في الكورة إن اللعيب ما بقاش مضغوط اللعيب وهو مضغوط ممكن ما بيقديش كويس وإنما لو هو مرتاح وحس إن هو كده ممكن يطلع اللي عنده فإحنا عندنا موسماني نمر اتنين خبرته قوية جدا في أفريقيا دي حقيقة يعني لدرجة إن أغلبية الجماهير بتتكلم إن إحنا الأهلي بيلعب في أفريقيا بس ملعبش في الدوري هو فعلا عنده خبرة كبيرة أو في التعامل مع المطشط الكبيرة فدي كوة بتدي النادي الأهلي كوة نمر اتنين زي بقولت حضرت خبرة لعبة النادي الأهلي كبيرة جدا في التعامل مع المطشط الخارجية مع ضغوط الجماهيرية زائد الطريقة اللي بيلعب بها موسماني أعتقد إن هي طريقة متوازنة لحد كبير جدا خاصة في المطش ده دي اللي هتخلي الأهلي بكرة يباني إنه هو فرقة كبيرة إن شاء الله يعني نقاط الضعف نقاط الضعف من وجهة نظري في الأهلي ولا في وفاق الصيف ده وده في الأهلي حاجة واحدة إنه هو يبقى رايح متطمن على الآخر إنه هو يكسب ودي نقطة دي ألآن أنا شخصيا لأن المطش دي اللي تسا بقول عليك الكرة مفاش كده أه أنت كسبان وإنت أقرب إن أنت توصل للنهاية بس مفاش دي نقطة الضعف الوحيدة اللي لو لعبت الأهلي حاسوا إنه هم خلصوا المطش أو كسبانين المطش اللي هناك هي دي هتبقى نقطة ضعف كبيرة جدا وفاق الصيف مشكلتهم إنه هم مدفعين جدا هجميا ودي نقطة لازم يسغلها الأهلي كويس زي ما قلت لحضراتك لو الأهلي قدر أول عشر دقائق أو ربع ساعة يعدب نتيجة ما يخشش فيه أهداف هم هيبقوا مدفعين جدا أعتقد الأهلي هيهدف كمان وممكن يكسب هناك كمان المطش إن شاء الله يعني والنقاط القوة عند الوفاق صيف إنه إحنا يعني نحاول إن إحنا نضغط في المنطقة دي أو إن إحنا ما نعدلوش أو قوته مصدر قوته فيه هو مصدر قوته زي ما بيقول لحضراتك هو بيعتمد على الطريقة الهجمية هو بيهاجم بشراص ومن أول المطش ومن أول المطش يعني حتى عمل هنا فهي دي تعتبر قوة عنده لو هدف هتدي له باور جامد جدا إنما لو ما هدفش عشان كده قلت لحضراتك أول عشر دقائق ربع ساعة المجموعة الدفاعية لو قدرت بالطريقة اللي هيلعب بها الموسيماني يقفله كويس على فلقة وفاق الصيف أعتقد إن إحنا هنعدي النقطة دي وممكن ده ما بيقول لحضراتك ممكن نهاية المباراة يطلع برضو وفاق الصيف مغلوب هناك المباراة تانية في الدور القابل النهائي هتكون الوداد المغرب والأنجولي هتتوقع عليها إيه برضو برضو أعتقد إن خلاص بشبه برضو زي ما بنتكلم على الأهلي كده الوداد عفاقت حسن البطولة لأنه كسب بيترو أتليتكو ثلاثة واحد في ملعبه فبرضو هو غاي الماتش التاني وهو في ملعب بيترو أتليتكو فالماتش التاني ده بقى العكس الماتش التاني على ملعبه فبنسبة كبيرة جدا الوداد مع الأهلي فالنتيجة شبه محسومة لأن هناك يمكن في الوداد كمان عنده الميزة أكبر أنه هو هيلعب الماتش التاني على ملعبه والميزة كمان الأكبر بقى اللي احنا هنتكلم فيه أكيد بعدين يعني أنه ضامن النهائي على ملعبه يعني ودي ودي محتاجة هنتكلم فيها كتير قوي لأن النهائي تلعب في المغرب ده ده موضوع العالم كله دلوقتي بيتكلم عليه إزاي يحصل يعني إنما أعتقد أن النهائي بنسبة كبيرة جدا الأهلي والوداد ده يعني حاجة تقريبا تقريبا يعني بالنسبة 90% مؤكدة يعني إلا ده وحصل بقى المعجزة في موضوع من الاتنين يعني إنما الوداد ولأنه كنت أتمنى أن إحنا يعني ينبقى بنصاف يعني يبقى النهائي بيننا وبين دولة أفريقية آه بين بيترو قتلتكم كنت أتمنى ده كنت أتمنى أنه والسبب أنه إحنا ما نتواجه ما نبقاش في المواجه آه شمال أفريقيا تملي الكرة بين مصر وشمال أفريقيا تملي حتى لو الفرقة اللي قدام النادي الأهلي مش جام داوي بس تملي بيبقى فيها نوع شوية من الحززية مش عارف ليه بس كنت أتمنى أن يبقى بيترو قتلتكم هو اللي بيلعب الأهلي في النهائي مش الوداد يعني لأن الوداد فرقة كبيرة برضو وفرقة على ملعبها تبقى صعبة شوية لو حصل ولعبنا في تلاتين خمسة أزمة الملعب ما هو دا اللي أنا بقى قلت اللي سبقى اللي أفريقيا يعني أنا كالتحاد أفريقيا دلوقتي ولو أن الجواب اللي هو قاله أنه هو بعت للاتحادات الـ 54 اتحاد مين اللي يقدر يستضيف وإحنا ما بعتناش كمصر ما بعتتش النهاية تستضيف فده يخلي شوية شوية يقول أن الاتحاد الأفريقي مش غلطان بس إزاي إحنا ما نبعتش أن نستضيف حاجة زي كده النهاية أفريقيا مع أننا إحنا كنا طلبنا النهاية بتاع الكونفدرالية بس برضو برضو اللي تقال من الاتحاد الأفريقي إن إحنا ما قدمناش الملف كامل فترافق كان بيرمز مقدم على أساس أن هم يلعبوا النهاية هنا في مصر يعني إنما أنا كالتحاد الأفريقي برضو ما ينفعش فرقتين بيلعبوا بعض واختار بلد من الفرقة دي الحاجة التانية كل دول العالم شمز لي كل من سنة بتبقى عارفة الملعب هيتلاقب فيه صحيح فأنت لازم من قبلها تحدد عشان ما تدخلش نفسك في مشاكل إن إنت وقف مع فرقة ضد فرقة صحيح والمشكلة كمان إن التسريبات دي اتعاملت من بدري يعني يعني مش لسه طلق القرار دلوقتي لأ ده من بدري إحنا بقلنا تقريبا شهر وقال لحاجة بنتكلم في الموضوع ده إن الاتحاد الأفريكي هيخلي المطش في المغرب فما الاتحاد الأفريكي ياخد القرار ده تخلي فيه شوية لغط في الشارع المصري وانت عارفة جمهيري الأهل كبيرة جدا فالموضوع مسمع جامد جمهيري الأهل كبيرة وإحنا لما بنكون يعني أهلي أو زمالك بيلعبوا مصر كلها بتشجع صحيح ما فيش حديث في الشارع المصري دلوقتي غير إن إزاي الاتحاد الأفريكي لعب المطش النهائي في المغرب الحاجة التانية أنت كالتحاد الأفريكي أكبر أزمات برضو عشان أوضح لما يكونش عاري أكبر أزمات الملعب يعني كم الاعتراض وكم الخوف والقلق من إن إحنا نوصل للنهائي هناك ونلعب على أرض المغرب أكبر المشكلات الخاصة بالملعب الملعب طبعاً الضغط الجمهيري نمرة واحد الضغط الجمهيري نمرة اتنين وده للأسف أنا طبعاً ما بتكلمش على التحكيم في حاجة بس التحكيم في أفريكيا تمال بيعمل نسبة 20% الحكم مع صعب الأرض ودي مشكلة كبيرة يعني إحنا موصلناش لسه إن إنتي يبقى عندك ثقة 100% في التحكيم برضو في تسريبات طلعة بكاري جسد بس دا بيقفل حتى في المنشات العالمية أحياناً أحياناً صحيح طبيعي إن في حاجات كده نسبة معينة بس هي عندنا في أفريكيا النسبة كبيرة أو في الحقيقة إنها في كل دول العالم عشان في العالم بره بيبقى فيه نسبة ردع برضو أو فيه لا فيش أفافية في الحقيقة يعني مثلاً يعني النهائي بتاع اللي هيتلاعب في فرنسا هم محددين من زمان إن النهائي أوروبا هيتلاعب في فرنسا لو تلع بقى باريسان جيرمان ولاب الناس مش تدعلنا لإنه محدش عارف مين اللي كان هيوصل فالناس بتهدى شوية ففيه نسبة بسيطة إنما بالنسبة للتحاد الأفريكي أنت بتفاجئ بالقرار وقت الحدث فده بيخلي بيشغل الناس إنما الملعب طبعاً دغطاته بتبقى كبيرة الملعب الجامهير هناك بتضغط على الحكام بشكل كبير حتى عندنا في مصر ما بكلمش على بقى أنا بكلم حتى ما بيجي عندنا في مصر بس ما بيبقاش فيه ولا تعديات ولا عنف ولا أي شيء يعني إحنا بنبقى ملتزمين آه بيبقى فيه ضغط تشجيعي وده ما في كل العالم وكمان يعني لا نخفل إنه التشجيع الجمهور بيبقى له أثر كبير في نجاح الماتش أو وبس الحماس للعيبة طبعاً بتاعه يعني هي قصة يعني إحنا حتى في كاس الأمم الأفريقية وهنيجي الموضوع كاس الأمم 23 بس كاس الأمم الأفريقية كل الماتشات اللي تلعبت لوقت ما كنا إحنا اللي بننظم الحدث وإحنا نظمناه أكتر من مرة كان بيبقى الجماهير بتترج يعني والملعب كله بيترج مع كل جول وأنا بعتقد إن فيه متشات كتير كسبها الجمهور قبل ما يكسبها اللعيبة تمام ما هي دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي تملك أن يجي جملة مشهورة يقولك الجمهور هو اللعب رقم واحد جي وقت ودي فعلاً لأن فيه اللعيب وكتير مدربين ولعيبة يشاوروا للجمهور شجعوا معنا شجعونا عشان يبصوا فيهم الحماس فضغط الجماهير بيعمل دافع قوي جداً للفرقة اللي هيتلايب على ملعبها المجرعة فهي كنادي أهلي أكيد هو مش عايز فرقة الوداد توصل لهذه الحالة إن اللعيبة نفسها تبقى لأن ده بيفوق وبيعمل ضغط كبير وبرضو نقطة تانية إن ممكن في لعبة الأهلي آه كلهم عندهم خبرات بس ممكن تلاقي اللعيبة ما عندهاش الخبرة فتتهز فيبقى مش مستوى فيحصل ضروب بالماء فهي أكيد أكيد الماتش على ملعبي أنا وصل لمرحلة نفسية كويسة قوي ما عندهش مشكلة مش حاسس بخوف من الحكم بالعكس أنا حاسس إن الضغط الجماهيري على الحكم بيديني أريحياً إن هو الحكم هيبقى مش هقول إن هو هيجاملني بس هقول إن هو هيبقى عادل يعني نوعاً مها ماشي إنما هي المشكلة فعلاً إن كان لازم نبدل داد ليه؟ لأن الأهلي هو بيلعب الرجاء شفت يا حضرت كان الجماهير قد إيه في المغرب مهلع في المغرب وجماهير كبيرة جداً للساد ما كانش فيه مكان للرجل بس كسب الأهلي أو عدت عدل الوحل يعني بتبقى للدنيا محايدة إلى حد ما لأن ده طبيعي إنما دلوقتي الموضوع مش طبيعي دلوقتي أنت حاجة بتتكلمي في النهاء الكاس كان لازم يبقى الموضوع يتبصله بنظرة تخدم الاتحاد الأفريقي أكتر من كده شوية ده رأي يعني إن إحنا كنا محتاجين للاتحاد الأفريقي حتى لو كان القرار أو حتى هما ما فيش هلا المغرب والسنغال ودي برضو حتة السنغال إن هي تقدم وبعدين في آخر لحظة تنسحب وبتتكلمي على السنغال اللي إحنا كنا فيه بيننا الموضوع كله على بعضه يخلي أي حد يفكر إن الموضوع مش فيه يعني فيه حاجة مش مزبوطة ده اللي مخلد الشارع المصر كله مش مبسوط يعني بس أملنا كبير جدا في ربنا وكان عادة نادي الأهلي أعتقد عندي أساس كبيرة على فكرة إن الأهلي هياخد البطولة التالتة التوالي هيفكرنا بمنتخب مصر أما خدت تلات بطولات بتوع كاس الأمم الأفريقية وربعد مع كاس الأمم الأفريقية نتمنى نتمنى فأعتقد عندي أمل كبير في كده إن شاء الله وربنا يكرم النادي الأهلي إن شاء الله يا رب يا كابتن مصر في المجموعة الرابعة فيه تصفيات كاس الأمم الأفريقية عشرين تلاتة وعشرين بكاعد فوار وتضم المجموعة مصر غينيا ملاوي أثيوبيا المباراة الأولى هتكون مصر أولا خلينا نتكلم في الأول إزاي شايف إن إحنا وجدنا في المجموعة ده والله أنا شايف إن المجموعة الحمد لله متوازنة مجموعة معقولة جدا يعني تخدم مبدئيا مصر إن شاء الله ممكن هتبقى من الدول طبعا أكيد اللي هتخش المجموعة مش قوية قوي بس برضو المشكلة إن هم كان فيه قبل ما يعدلوا كان برضو كان هيعمل لنا مشكلة مع النادي الأهلي برضو نرجع تاني شويا إن المعاد كان لو ما كانوش التحدي الإفريقي وافق على التأجيل كان هيبقى عند النادي الأهلي مشكلة كبيرة في المطش النهائي من صحيح وكان ممكن لعبة النادي الأهلي بقى ما تلعبش النهائي عشان منتخد فالحمد الله ربنا كرمنا ووفقوا على التأجيل فدي هتساعد شويا إنما لإن طبعا مع الكابتن إيهاب جلال أعتقد إنه محتاج كل اللعبة المميزة اللي عندنا في الأهلي أو الزمالك أو بقية الأندية الأخرى يعني إن شاء الله هل هيبقى فيه مفاجأات في الاختيارات الفترة اللي جاية يعني؟ آه 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 كابتن إيهاب جلال ليه سيست معين مع اختياره اللي عيبته فأي نادي هو بروحه هو ليه نظام معين بيحب لعيب كرة بشكل معين يعني كابتن إيهاب من أكتر مدربين بيحب لعيب الكرة إنه هو تبقى كرته حلوة آه ما فيش تطفيش ما فيه فهو أعتقد في الاختيارات بس مش في الأول يعني أول ماضيات دي لأنه ما عندوش وقت مرة حد كتير هيبقى مضطر ياخد القوام الأساسي بتاع المنتخب المصر الفترة اللي فاتت لأنه ما اشتغلش معهم لسه ما الحقش يشتغل معهم إنما بعد أول ماضيين أعتقد يبقى فيه تغيرات وتغيرات هتبقى مهمة مهمة جدا لأنه هو ليه زي ما أقول لحضرتك بينق نوعية لعيبة معينة بيلعب بسس معين أي مدير فني كده يعني فأعتقد هيبقى فيه إنما في الماضيين الأولين بالذات الدنيا هتبقى ماشية تقريبا تقريبا أول ماضي هيكون مصر وغينيا تاني ماضي تاني ماضي هيكون إثيوبيا ومصر إثيوبيا بس إثيوبيا الكويس برضو حاجة كويسة إن احنا مش هنلعب هناك مش على هما عندهم مشاكل أعتقد فهنلعب ماضي إثيوبيا ده في ملاوي ممكن تعدي كويس إن شاء الله يعني فأنتمنى التوفيق برضو لمنتخب مصر وأنا بأتمنى التوفيق لكادت النهاب جلال لأنه من المدربين اللي ممكن يعجبه الشعب المصري كلعب كورة حلو هو بيحب الكورة نلعب كورة يبقى فيه لعب كورة فأتمنى له التوفيق لأن في النهاية بقى هو المدير الفني لمنتخب مصر لازم كلنا نقف وراه وخاصة أنه مصري وخاصة أنه حد عنده طموح كبير فأتمنى أنه ربنا يكرمه ووفقه وكلنا في ظهره إن شاء الله أنا بشكرك كابتن محمد إسماعيل مدير قطاع ناشئين بنادي الأمبي أنا اللي بشكر حضرتك جدا وإن شاء الله نبرك بكرة لنادي الأهل إن شاء الله إن شاء الله بشكرك إن شاء الله